السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو في قناة مسائل اخبار النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبكل الاسف حصل يعني حدث يعني لا نتمنى ان يحدث في اي دولة عربية او غير عربية حد بعض الصور وبعض الفيديوهات بتوصق لحظة يعني مش عايز اتكلم ارتجالي هقولي الموضوع وهسيب لحضراتكم التعليق لان انا مش عارف عالك من ساعة ما شفت الخبر او من ساعة ما شفت الفيديو اللي فيه اشعال النار اه في حادث غريب من نوعه في اسوان اه عن اوتوبيس سياحي ومسرع واصابة اربعة وعشرين يعني والعيازه بالله حاجة تتعي بالنفس لما نشوف كده حد بيبعا عايز يطلع من باب الاوتوبيس ومش عارف يطلع من النار وبيتحرق وبيولع جواها حاجات او مشاهد مفزعة وحاجات تقشعر لها الابدام بالفعل لقى خمسة سياح اجانب وخمسة مصريون مصرعهم اليوم واصيب اربعتاشر سائح اجنبي في حادث تصادم بين اوتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل بالكيلو تلاتة واربعين بطريق اسوان في ابو سيمبل واكد مصدر بمستشفى اسوان الجميعي ان الاجانب الخمسة المتوفين منهم اربعة من فرنسا وواحد من ولاية بلجيكا عفوا وان المصابين تمانية منهم فرنسيين وستة بلجيكيين وقال الدكتور محمد الدخلي مدير مرفق اسعاف اسوان ان 35 سيارة اسعاف شاركت في نقل المصابين الى مستشفى اسوان الجميعي وجسس المتوفين الى مشرحة اسوان العمومية وخصص الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بالاشتراك مع الدكتور اشرف معبد مدير المستشفى الجامعي غرفة عمليات داخل المستشفى لمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتلقى اللواء هشام سليم مدير امن الاسوان اختار من مأمور مركز شرطة بنفس الاسم يعني بوقوع حادث تصادم بين اوتوبيس سياحي وسيارة اجرة واصفر الحادث عن مصرع عشر اشخاص واصابة 14 اخرين وجرى ناكل المصابين الى مستشفى اسوان الجامعي وانتقل اللواء اشرف عطية لمكان الحادث والمستشفى للإطمئنان على الحالات المصابة بحادث تصادم في اسوان فبو سيمبل باجمال 14 سائح منهم تمانية فرنسيين وستة بلجيكيين وبرضو فيه تفاصيل تانية لكن هتكلم عن التفاصيل دي لكن انا زي ما قلت لحضراتكم لحظة الاشتعال دي حاجة تكشعر لها الابدان اللي بيشوف الفيديو او اللي شايف لقطات من هذا الحادث حاجات مريبة وحاجات مرعبة يعني البقاء لله لكل من توفى وان شاء الله يتم الشفاء العاجل لكل من اصيب وقام المحافظ باشراف على تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والاسعافات الاولية للمصابين التي تتروح اسابتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية كما جرى اجراء الاشاعات والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بوسطة 35 سيارة اسعاف مجهزة باطقم طبية من اطباء ومصعفين بجانب الادوية والتحاليل والمحاليل ويجرى تقديم العلاجات على اعلى مستوى للمصابين اثناء ناكلهم للمستشفى وتوفير اجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين اثناء تلقيهم العلاج لحين تمثلهم للشفاء الكامل مع توزيع بكهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية لهم كما تواصل محافظة الاسوان مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود شعروي وزير التنمية يعني الجهود القائمة وجرت تأكيد على المصابين وحالتهم مستقرة ويجري تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على اعلى مستوى لهم وهو الذي لقى ارتياح الفوج السياحي الفرنسي والبلجيكي طبعا احنا مش متعودين على حوادث من هذا النوع ولكن حادث غريب وفريد من نوع انا شايف ان هو تصادم مختلف شوية لان اللي حصل ده ما بيحصلش كتير تصادم ما بين الأوتوبيس ويطلع برا المصار ويشتعل بهذه الطريقة وناس كتير حاولت اخماد الحريق بطفيات ولكن البقاء لله لكل من توفى وان شاء الله يتم الشفاء العجل بندعو لكل من أصيب من المصريين وغير المصريين بالشفاء العجل وزي ما قلنا ده بيحصل في بلاد كتير يعني مش حاجة برضو مقصودة يعني دي مجرد حادث حتى الآن بشكركم جدا كان معكم أخوكم مازل من مصري تحية لكل المتابعين اشوفكم على خير واسبكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته